اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لواقع كما ترى يتجه من استقطاب الى مزيد من الاستقطاب ولنخبة اثبتت التجربة انها غير قادرة على بناء جسور التعاون والتعايش ما الحلول للعملية نعم وطبعا انا اولا مش موافع على حكاية سؤال هل فشل المصريون في دارة التفنوى الجسم المصري كما اصحبنا في الجزء الاول سليم النخب بها عوار النخب الان انا في نظري لا تعبر عن الحالة المصري الحقيقية بدرجة من الدرجات فبالتالي احنا عندنا الان القاعدة هي قاعدة سليم محتاجين نبني لها آليات تحفظ هذا التنوع طبعا ايضا لا اوافق على حصر التعددية بمسيح اسلامي يعني حل المصري هذا الان بغى نضعف هذا وهي لاجت محصورة كذلك بالضبط يعني عندك مصر الان بدأ دخل للخط النوبي وناس لهم مظالم انت محتاج نستخدم مصالح الجماعة الوطنية نحن الان كيف ندري الجماعة الوطنية المصرية في اطار التنوع وفي اطار التعدد كما تفضلت جزء منها محتاجين طبعا سيد النائب تفضلوا قال ان في وجود مشروع قومي كمشروع النصري هذه مرحلة لكن اذا لم يوجد المشروع هنستلم يجي بقى المهد المنتظر مرة اخرى لا نحن محتاجين نفتح حوارا مجتمعيا على كافة الاصعيدة بشكل شفاف وفعال ونأتي بناس يجلس بعضهم مع بعض انا فجئت احد من مؤسسات الان الشبابية المصرية الجميلة شغالة في هذا الاطار فبدأ اللقابة بين القواسس والمشايخ القساوس والمشايخ فواحد ام شيخ قال انا اول مرة في حياتي اعجم باسيس يعني هو راجل له مزج ضخم من فطير من فطير على فكرة انه في حالة من المسافة الكبيرة بين الناس بالضبط فانت محتاج اولا على تفاعل ادوات مجتمعية في التواصل الحقيقي بين كل الطوائف وتفتح كل الملفات وبكل الشفافية يعني ما تتكلم مثلا في الاظهر الشريف لما كان هناك رواق اسم رواق الاقباط يدرسوا فيه في الشريعة وكانت اصف العسال تدرس في داخل رواق الاقباط في داخل الاظهر هذا مشهد حضاري متقدم جدا وكبير جدا محتاجة ان نمتج هذه الادوات بدرجة من الدرجات فاول اول مصار هو فتح حوار مجتمعي حقيقي مع كل الاصعيدة واللي نضع القسنا في الرمال في مشاكل نفس مشاكل يعني ما تجد من السبعينيات لحد الان انا كنت اعود لانجة اعدالة الوطنية في رئاسة حكومة عصر شرف كان رئاسة دكتور سيف الدين عبد الفتاح فانا انا فجئت عاديل في مجلس الوزراء ان ام واحد بيتكلم ولكن احنا الشيعة في مصر يعني بغض نظرهم مؤدية ولا فين بس لابد ان نوفر فضاء مصريا يحتوي كل الناس بغض نظر عاما يحملهم معتقد جالس بجواري كانت مقارنة اللجنة فاللي والله هذه الدكتورة بهاقية بغض نظر عن مدى قناعت بالطريقة او المذهب لكن ان توفر فضاء للحوار مع المصريين واللافتة وبغض نظر عن تفاصيل هذه اول خطوات السارق لا يدخل بيتك الا من صغر انت فعلتها فبالتالي بتقول اخباط المهجر وكل ذلك مصطلحات جالد فشنا داخليا في استعاب هذه الاشياء فانا اول مرحلة فتح حوار مجتمعي مع كل الطوائف مع كل مكونات الطيف المصري ودرماعة الوطنية وبانصاف وبعيد عن فضاء السياسي هذا امر يؤمن المجتمع مش لتأسيسية ولا يحزنون انا فاتح حوار مجتمعي يعني انا فجئت مرة بزور اول مرة ازب لذات الكنيسة في بلدي اهتابي بالملف فزوره روح تعمي جرجس فقال لي والله خير يا ابني تواجه زورك قال لي مش ممكن يعني تخيل ان اندهش اه اندهش ان علاقة طبيعية فقال لي اقولك الحقيقة قلت له قوله قال لي انا اصلا مش مالش علاقة بالسرك الكنسي انا اصلا كنت مهندس زراعي ودخلت حرب اكتوبر وعبرنا مع مع اخواننا المسلمين وكنا صايمين معاهم قال له انا كنت من الكاتبة التي اصرت على السافية جولك كافة 19 يعني خلينا اقولك حقا ان دائما الحكايات الشخصية فيها موادة لكن العلاقات بين الكيانات ككيانات جمعية فيها خشونة ودي الحياة مفارقة انا احيانا بشعر من بعض المثقفين والمنخرطين في شأن انتاج الافكار في هذا الموضوع تتجاوزها يعني هل يمكن فهم ان المجتمع المصري فيه كل هذه الروح من المودة على مستوى الافراد وفيه هذا الخطاب التكفيري العنيف مغد نظر عن تكفير الاقباط او تكفير الشيعة او تكفير فيه تكفير سياسي وديني نعم كيف يمكن حل هذه المشكلة اولا المجانين دائما المجانين هم اعلى صوتا العقلاء ان نصرف العقلاء ان يرفع صوت لما تجد مقال متعصب على فيسبوك ممكن تجد الف لايك وتجد مقال عاقل تقول لا كويس لا انا اخالفك انا لا احب مقاطعة الضيوف لكن خلينا اقولك ان بعض شرائح الخطاب الاسلامي في قلبها فكرة التكفير وهذا امر يجب الاعتراف فيه لمعالجته يعني بغض النظر عن انه في النهاية الكفر ظاهرة ومن ينطق امامي بالكفر معتدلا كنت او متشددا سأصف بالكفر هذا امر ادين به لله لكن فيه فرق بين النطق بالكفر عندما يكون الكفر بينا ولا يحتاج الى تأويل وبين اطلاق احكام الكفر عمال على بطاعة يعني دي ظاهرة بقت مخيفة سياسيا ودينيا ما الحل كخبير في التنوع لا الحل انا ارى ان الحل المصري يعني الحل المصري هي ايسر المعضلات في التنوع ليه عندك مرجعية اسلامية متفق على العقل الجمعي فيها بمرجعيتها وهي تحمل خطابة تساموحية لكن اصابها الضرر يعني الازهر لا يعمل بكامل قوته اعد لهذه المؤسسة يعني نظارتها واوقفها ومقدرتها وانتخابها وانظر كيف سيكون الخطاب لما تجد لما تجد الفتاوة مش تقولتها ساموحية التي تعبر عن روح المصري تتحرك وننطلق هينزوي الطرف الآخر الذي كان يستود شرعيته من صبر وعلى عنفوان نظام مبارك يعني اخذ يعني افوقت القمع والشدة انا اعتقلت انا يزلك المناظرة بين المرشحين بعضهم علق لكن الاخر بيزلنا باعتقاله والتاني بيزلنا بحلقات خارجية فلا انت الان محتاج ان تقدم للناس في تسامحك مع الاخر في تقديم نموذج مثلا ما تقول لي بالله وحزب مصر كل المصريين وجاء الاء من اول القيادة الاخر عض هو يعني خالص لفئة ما ما تحكش على بعض لا هذا الحزب فانا لا يزي حزبا مصريا وان بدأ به بعض التجميلات فانا اعتقد اطلاق التقات والمبادرات الموجودة في المجتمع المدني بشكل كبير جدا هي قادرة على ان تفرض على السياسيين خطرة معتدلة سيد ياسر برامج التعددية التي تعمل فيها انت بشكل مباشر هل انتجت خبرة التعامل معها نصائح بسيطة ومباشرة للرجل العادي نقول له كيف تحافظ على مجتمعك اقوى من خلال قناعات في العلاقة بين الطيرات السياسية بين الاديان بين المزاهب تقول له ايه بشكل رشدة طبعا اذا بدأنا بالرجل الشرع العادل مصري احنا قلنا اتفقنا انه مجدنه اقرب للتسامح وبشكل كبير جدا عام فوقه المشكلة كبيرة جدا في مستوى الثاني نقولنا اذا حبنا نتكلم في صناعة الرأي العام بيبدأ من ثلاث مستويات في رأي عام قائد يعني يصنع يصنع الحدث ويفجر المسألة ثم رأي عام مثقف انا وانت والصحفيين والاعلاميين والسياسيين ثم رأي عام عطيف جامهيري بيتغزى على الاتنين دول منطقة امينة اعجف مثلا اللي نشوفنا فيلم اللبنان اللي كما رجح على اسكر هلال وين الفيلم يحكي قصة ضايعة امينة مستقرة دخلها الدش بدأ ينقل الخطاب بدأ ينقل ازمن بيروت بين الموارنة والكاسوليك والمسلمين والقرية كانت نفاها كل حاجة لكن نار تزرع بالليل تنام لا شافوا التفجيرات وبدأ النزاع الطائفي في دخل القرية والنقل تم دخول ودخل جديد عليهم فانا اعتقد الان المعركة الكبيرة جدا هو في ان نكف كف من هؤلاء المجانين على المنابر عواد المنابر في المساجد وعلى ايضا في دخل الكنائس لزي كانت ان والشركة الحالة المصريف هي مشروعات يعني مقاومة للتعصب عاجبة جدا بس المشكلة مش حد الاستقطاب الحدي ديني اسلامي مسيحي انا شايف ان الاستقطاب بين الاسلاميين والعلمانيين على موضوع زي اللاجب الجامعات التأسيسية بيأكد ان ده الاخطر والصدع الاكبر لحالة المصري صحيح لان يعني 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 مثلا مشوف الحالة التونسية الابداع جمنين يعني بقول حالة التونسية حالة التونسية العقل فيها عقل مركب صدر رشد انا اعرفه شخصيا اولا هو درس في جامعة الزيتون ثم انتقل درس الفلسفة في دمشق ثم تعرف على التجربة القومية ثم اخذ منحة الفلسفة في جامعة السوربون ثم اقام في لندن فترة طويلة جدا هذا العقل المركب هو ما اللي عمل الفارق في حياة الامم يعني تتكلم مثلا عن حالة الاسلامية صلاح الدين كردي العرق اشعار العقيدة شافيع المذهب خبرة عسكرية انتجت حطين الحالة المصرية مثلا وطبعا اتمنى اتقدم زي ما قال الناب الآن من اسكندر ان الفضاء المتاحة الابن الحراوية انشاء الله منصرد ان يطور الحالة الموجودة يعني مثلا لو قيتشفت القيادة الاسلامية في الحالة المصرية هيه من س ш dar絲 بس هتو الحالة الاسلامية المصرية تفكيرهم تفكير بسيط اولا معظم القيادة الاسلامية في الحالة الإسلام المصري هم خارج العلم تطبيقية هذا طبعا انا مش معانا انا ممتهن هذا العقل لكن هذا العقل يتعامل على الارقام يعني زي ازي واحد بيسوي اتنين لكن الظاهرة الانسانية كان الاستاذ عادل حسين الله ارحمه وتذكرتيني بواقع لطيفة جدا امين عام حزب العمل في منتصف التسعينات كان لافت نظره جدا كثرة المهندسين في العمل العام في مصر وقال ملاحظة قريبا قال بيهندسوا السياسة زي دعا بالضبط فالتجربة التونسية ليست ميريوم يعني تخيل تجربة التونسية هي التي تعتبر رغم انها تنتمي من رأس الاخر المسلمين لكن تطبيق العمل لأفكار مالك بالنبي وكانت مفتحة على علي شريعتي هذا المكون المركب النسبي انتج هذا الفضاء الموجود ايضا التقارب ما بين الياسريين والاشتراكيين والعلمانين التونسيين خاضوا معركة الاستبداد كاتفا بكاتف الوقت بدأ يدهمنا وانا عندي سؤال ختامي للاستاذ ياسر اعتقد انه مهم في اطار الجدل حول مشروع دستور ما الذي يجب ان لا يخلو منه دستور دولة مخترمة تريد ان تعز التعددية نعم اولا الدستور اختصاره في نص قانوني او اسطر هذا خطأ الامم تحية بالتوافق لا بد ان يرى كل مواطن مصري مهما كان عرقه او دينه او لغته او مكان جغرافي نفسه في هذا الدستور لذلك احنا نقول التأسسية اهميتها في ايه مش في الصياغة اهميتها في التعارك ان الشخص برهامي ومحمد حسن اذا كان موجود مع البردع اذا كان موجود مع رمبي المهدي هذا المطبخ اذا دخلوا فيه هؤلاء الناس لهم مريدين هذا النقاش الذي تم الان في الحلقة او غيرها هو اول فضاء يبدأ ان ينفتح فبالتالي لا بد ان يرى كل مواطن مصري نفسه في هذا الدستور هذا الدستور وانه مصرون الجانب وانه لا حقوق وانه عليه واجبات الامر الثاني يعني انا لا استغرب حالة مصرية كنا متكلم قبل الحلقة انه في اجماع عن الهوية الاسلامية عن دكتور السيد امينوس كان يقول لي انا مسيحي وهي اهوية جامعة بالضبط بالضبط فلذلك انا استغرب ان اول مبادئ السياسة الصح ان تحدد ما هي المعارك التي لم تخدها يعني حالة تونسية حالة استخدامية طيار علماني لا ايكي يرفض الدين تماما حكس حتى زي ما قال سيد الناب لا فيش فصل علماني معادل الدين بشكل يعني بشكل صارخ او ناخد في مساحة رفض للدين فبالتالي انا ارى ان اول اول معالم الدستور السليم ان يمسر كل طواقف المصرية ان يؤمن مستقبلهم ان يكون على مسافة متساوية واحدة من كل اطراف اللي تنحاز الدولة لطرف دون اخر الدولة حيادية في تجاه كل اطراف ان يعزز الدستور حياد الدولة ازاء الجماعات المختلفة بغض نظر عن انتمائتها انا سعيد بتفاؤلكم جدا وشاكر لهذه الصراحة السيد النائب امين اسكندر القيادة النصري المعروف عدو البرلمان المصري السيد ياسر الغرباوي مدير مركز التنوع شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام تأدأنا هذه الحلقة ونحن نشعر بشيء من عدم التفاؤل او بشيء من القلق والتوتر ازاء لحظة بدت مصر فيها تدور حول نفسها في مكانها ازاء معركة الرئاسة وازاء البرلمان وجاءت اجابات الضيفين تحمل الكثير جدا من التفاؤل بالمستقبل القريب والبعيد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون لنا من هذا التفاؤل مصيب نحييكم ونشكركم وباذن الله نلتقي بكم على هذه الشاشة قبل هذا الموعد بساعة في الاسبوع المقبل لنكون على موعد مع ساعة من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة